أول ما بتظهر مشكلة انخفاض المبيعات في الشركة في فترة من الفترات بيلجأ أصحاب الشركات إلى أسرع وأدم حل وهو خفض أسعار المنتجات في محاولة من الشركة في زيادة المبيعات ولكن اللي بيحصل بيكون عكس كده تماما وبيكون انخفاض أكبر في المبيعات وده موضوع حلقتنا النهاردة عن بعض سياسات التسعير وأطلقنا على الحلقة دي اسم لو نزلت في السعر هتدفع من جيبك أهلا بيكم في برنامج الواصلة لو انتهجت سياسة تخفيض الأسعار في أي وقت وبدون دراسة وتبدأ الشركة في رحلة تخفيض الأسعار هيوصل الأمر للخسارة ووقتها بتتعرض الشركة لضغط مالي كبير بسبب المصاريف التشغيلية للشركة اللي مش بتتوقف حتى والمبيعات منخفضة لكن ايه أصلا اللي يسبب انخفاض مستوى المبيعات في حاجة اسمها Product Life Cycle أو دورة حياة المنتج نفسه وده عبارة عن الوقت اللي بترتفع فيه معدلات المبيعات من المنتج أو الخدمة وبعدها بتنخفض في رحلة مستمرة من الصعود والهبوط استنادا على احتياج الناس للمنتج أو الخدمة دي في الوقت ده وهو ما يعرف في الـ Business Bill Seasonality أو مدة استهلاج العميل للمنتج والخدمة وتشبع السوق من المنتج وغيره من الأسباب اللي بتؤدي إلى نهاية رحلة حياة المنتج خلال الفترة حالية عشان كده انخفاض سعر المنتج خلال الفترة دي ما لهش أي معنى أو أي قيمة تسكر ومش بيؤثر بشكل ملحوظ على معدل المبيعات وكانت المشكلة التانية اللي وجهت المنتج هي انخفاض السعر فجأة من غير أي سبب وده أثر على تجربة العميل السابق واللي كان اشترى بسعر مرتفع عن السعر الهالي ومشكلة العميل المحتمل إن السعر انخفض فجأة بدون أسباب أو مقدمات واللي هيكون عنده فكرة إن الجود انخفضت جدا عشان المعادلة الصريحة اللي بتقول إتغالي تمنه فيه الحلول البسيطة والسريعة في دورة حياة المنتج مش بتكون مجدية وفيه شركات بتلجأ لتغيير الطريقة التسويقية أصلا وإبراز ميزة جديدة في المنتج أو في الخدمة وفيه شركات بتلجأ لإدخال منتج جديد للسوق لنفس الشريحة المستهلكة بحافظ إن هم يشتروا المنتجين مع بعض أو إضافة قيمة جديدة عن طريق تطوير المنتج لخلق احتياج جديد عند العملة مخاطر تليل السعر عالية جدا وبتأثر على المدى القريب والبعيد على شركتك وبرندك الخاص لذلك لما تيجي تقلل السعر أختار الوقت الصح وفي النهاية مش معنى كلامي إنك ما تعملش عروض وخصومات لكنها بتكون سيزوناليتي زي بلاك فرادي أو في قطاع ملابس على سبيل المثال في نهاية كل سيزون أو ما شابه وبكده تكون وصلتنا خلصة النهاردة نشوفكم على خير وإنتوا دائما متواصلين اشتركوا في القناة